أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه أن رئيس عبد الفتاح السيسي يعمل كثيرا ويبذل مجهودا كبيرا لخدمة القارة الإفريقية في مجال البنية التحتية جاءت تصرحة فقيه في كلمته خلال اجتماع الرئيس الروسي فلادامير بوتين مع رؤساء المنظمة الإقليمية الإفريقية ضمن فعاليات أعمال القمة الروسية الإفريقية الثنائية بسان بيتريسبورغ فخامة الرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على هذه التاولة كان يعمل كثيرا في هذا المجال لأن إفريقيا 30 مليون كم مربع مساحة شاسعة ولكن نحن نفططر إلى مطارات إلى السكك الحديد اليوم نحن شكلنا أكبر منطقة تجارية في العالم لكن علينا أيضا أن نوصل البلدان بين بعضنا للبعض كي نستفيد بشكل جيد من الموارد والمصادر المتاح لنا فالمشروع الأكبر في قارتنا هو البنية التحتية والطاقة أيضا